بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله الدرس الرابع والتسعون الحمد لله الذي منع علينا بالإسلام وبين لنا فيه الحلال والحرام صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وبعد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من المتاخرين ما الصواب منهما وعن أهل الحديث هل هم أولى بالصواب من غيرهم وهل هم الفرقة الناجية وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم فأجاب رحمه الله عن هذه التساؤلات بقوله الحمد لله هذه المساء البسطها يحتمل مجلدات لكن نشير إلى المهم منها والله الموفق قال الله تعالى ومن يشاقذ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقد شهد الله لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان بالإيمان قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فحيث تقرر أن من اتبع غير سبيلهم ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم فمن سبيلهم في الاعتقاد الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه وسما بها نفسه في كتابه وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين ولا سمات المحدثين بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها يعني بذلك رحمه الله علم الكيفية وقال بعضهم ويروى عن الشافعي آمنت بما جاء عن الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله وعلموا أن المتكلم بها صادق لا شك في صدقه فصدقوه ولم يعلموا حقيقة معناها يعني كيفيتها فسكتوا عما لم يعلموه وأخذ ذلك الآخر عن الأول ووصى بعضهم بعضا بحسن الاتباع والوقوف حيث وقف أولهم وحذروا عن التجاوز لهم والعدول عن طريقتهم وبينوا لنا سبيلهم ومذهبهم ونرجو أن يجعلنا الله تعالى ممن اغتدى بهم في بيان ما بينوه وسلوك الطريق الذي سلكوه والدليل على أن مذهبهم ما ذكرناه أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل مصدق لها مؤمن بها قابل لها غير مرتاب فيها ولا شاك في صدق قائلها ولم يفسروا ما يتعلق بالصفات منها ولا تأولوه يعني تفسيرا وتأويلا يخالف ظاهرها ولا شبهوه بصفات المخلوقين إذ لو فعلوا شيئا من ذلك لنقل عنهم ولم يجوز أن يكتم بالكلية إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته لجريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب وفعل ما لا يحل بل بلغ من مبالغتهم في السكوت عن هذا أنهم كانوا إذا رأوا من يسأل عن المتشابه بالغوا في كفه تارة بالقول العنيف وتارة بالضرب وتارة بالإعراض الدال على شدة الكراهة لمسألته ولذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن صبيغا يسأل عن المتشابه أعد عراجين النخلي فبينما عمر يخطب قام فسأله عن الذاريات ضروى فالحاملات وقرى وما بعدها فنزل عمر فقال لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك بالسيف ثم أمر به فضرب ضربا شديدا وبعث به إلى البصرة وأمرهم أن لا يجالسوه فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسا إلا قالوا إلا قالوا عزمة أمير المؤمنين فتفرقوا عنه حتى تاب وحلف بالله ما بقي مما كان في نفسه شيئا فأذن عمر في مجالسته فلما خرجت الخوارج أتي فقيل له هذا وقتك فقال لا نفعتني موعظة العبد الصالح ولما سئل مالك بن أنس رحمه الله فقيل له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق مالك وعلاه الرحضى يعني العرق وانتظر القوم ما يجيء منه فيه فرفع رأسه إلى السائل وقال له الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأحسبك رجل سوء وأمر به فأخرج ومن أول الاستواء بالاستيلاء أي فقد أجاب بغير ما أجاب به مالك وسلك غير سبيله وهذا الجواب من مالك رحمه الله شاف كاف في جميع الصفات مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها فيقال في مثل النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وهكذا يقال في سائر الصفات إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة وثبت عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفارق الجماعة فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة انتهى قول محمد بن الحسن ومعنى قوله من غير تفسير أي لا تفسر تفسيرا يخالف ظاهرها ومدلولها كتفسير اليد بالنعمة والوجه بالذات وغير ذلك وهذا هو تفسير الجهمية ومن تبعهم قال شيخ الإسلام معلقا على قول محمد بن الحسن هذا فانظر رحمك الله إلى هذا الإمام كيف حكى الإجماع على هذه المسألة ولا خير فيما خرج عن إجماعهم ولو لزم التجسيم من السكوت ولو لزم التجسيم من السكوت عن تاويلها لفروا منه وأولوا ذلك فإنهم أعرفوا الأمة بما يجوز على الله وما يمتنع عليه وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني أنه قال إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله على ما وردت به الأخبار الصحاح ونقله العدول الثقات ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه ولا يكيفونها تكيف المشبه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكيف ومن عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيل وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واكتفوا بنفي النقائص بقوله عز من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبقوله تعالى ولم يكن له كف ونحد قال سعيد بن جبير ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين وثبت عن الربيع بن سليمان أنه قال سألت الشافعية رحمه الله عن صفات الله تعالى فقال حرام على العقول أن تمثل الله تعالى وعلى الأوهام أن تحده وعلى الظنون أن تقطع وعلى النفوس أن تفكر وعلى الظمائر أن تعمق وعلى الخواطر أن تحيط وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة